كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات باش تقترحوا لي في التعليقات مواضيع تبغوني نهضر عليهم وكتبت لي احد المتتبعات اللي كان شكرها من هذا البنبار على اهتمام ديالها كتبت لي ان بغات ننذير شي حلقة او الفيديو وكان نضر في علاج جريمة وفك الألغاز ديالها فهذا الفيديو ان شاء الله غاد يكون علاج جريمة قتل غريبة اللي دارت ضجة كبيرة في ذاك الوقت وقد تعتبر من اغرب الجرائم المروعة واكثرها غموضة في كندا واللي هي قصة تيم ماكلين اللي تقتل بوحد طريقة وحشية وغامضة قبل ما ندخلوا في القصة ونعرفوا التفاصيل ديالها نتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لي احد انتمو في التعليقات شي ما واضيع بيتوني نهضر عليها ورغان دير عليها فيديو خاص قبل ما نطور عليكم نبدأوا مورا الانترو السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وقدوزوا نهاركم في احسن حال ما هو تيم ماكلين؟ هو تيموثي ريتشارد ماكلين شاب كندي تزاد في 3 اكتوبر 1985 في كولومبيا وكبر في ويني بيك في كندا كان شاب طيب وخلوق ومحبوب وكان عزيز على قاع صحابه والمعارف دياله واحد النهار اقترحت عليه الصديقة دياله تيفاني انه يخدم معهم في واحد الكارنافال الذي يدور على قاع كندا كارنافال يكون بحل مهرجان يكون فيه عروض المسرح والموسيقى والغناء والشطيح ويدور على قاع المدن وبما انه كان من عشاق السفر تحمس الفكرة وعجباته خاصة انه كان يزور قاع المدن الكندية وبيني وبينكم شكو اللي سيرفض بحال هذا الارض وبالفعل خدم معهم في الكارنافال نعم السيدي وبدأوا يسافروا من بلاسة البلاسة وكانوا ناشطين ضحكين ويتعرفوا عنها جداد من كل بلاسة يزوروها واستمرات القاضية على هذا الحال سير 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 حتى الواحد النهار وقرر انه يحبس الخدمة في الكارنافال حيث عياما كثرت السافار والجراء وكل نهار في بلاسة قالوا مصافي انا بارك عليها وقرر انه يرجع لداره ومدينته ويستقر ويقلب على خدمة من جديد وذلك الشي اللي يدار في نهار 30 يوليو عام 2008 جمع الباقاج دياله ومشمع الكارنافال في اخير السافيرة ووقفوه في مدينة ايدمينتون اللي كانت بعيدة عن المدينة فين كيسكن بمسافة كبيرة بزدادة وكانوا عنده جوج ديال الاختيارات يا اما يسافر في الطيارة ويوصل الضروف بايدة دقائق ولا غي يشد الكار اللي غي دوز 24 ساعة في الطريق عاد باش غي يوصل وبما انه كانت القاضية عنده علاقة ديالحال بقى قدامه غير الخيار الثاني وفعلا مشا قطع في الكار اللي كي خرج مع 12 وبقى كيتسنا في المحطة جاءت الوقيتة ديال الكار اتركب اتركت البلسل للور لكي يستطيع عيش قليلا ويرتاح المهم مشدد الطريق وراكم عارفين في كيف تكون الطريق الطويلة الكار راكي يمشي وكي يوقف باحت الاستراحة وراكم عارفين اللي يبغي يمشي يقضي حاجة دياله ويشري في حاجة او لا وحتى الناس يسترحوا قليلا من ذلك الطريق وبعد ما دربوا كتر من 17 ساعة ديال الطريق ووقف الكار في محطة ايريكسون باستة وخمسة 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 دقيقة بالطبط ديال النهار الاخر يعني يومش تدو الطريق مع اطناش ديالي ديال بارح بغد ليه مع ستة وخمسة وخمسة دقيقة كانوا في ديال المحطة وطلع الكار واحد راكي جديد عنده ملامح اسيوية طويل وصحيح وكيبان في الربعينات من عمره وكان صلع ولابس انتظرك حلين وخاكا نديك الساعة العشية وتبين من بعد ان اسمته فينيسلي شكونا هو هاد فينيسلي اللي غادي يقلب احداث هاد القيصة رأسا على عاقب وكون غير مطلعش لذكلك المهم هو فينيسيت ويجوانجلي ومعروف ايضا باسم ويلب بيكر اتزاد في 30 ابريل 1968 وكانت عنده الباكالوريا في علم الكمبيوتر خداعها من معهد هالتكنولوجيا وخدم بها كمهندس بيكين عام 1994 حتى 1998 ومن بعد غادي هاجر الكندا عام 2001 ثم يأخذ الجنسية الكندية ويتزوج ويكمل حياته ثم فينيس كانت بلاسته في الاول الكار البلاسة اللي يدفز عليها الناس هنا هو ما بغاهاش الكار مازال وقف في محطة ايريكسون وقبل ما يتحرك منها ورجعوا الناس البلايس هوم فينيس مركبش بلاسته وقاكيتمشتف الكولورد الكار ويخرج عيني في قاع الركب بحالة يقلب على شيء واحد حتى توصل البلاسة في كين تيم وهو يقلس حداه بحالة لقى ذاك الشي اللي كان يقلب عليه تيم كان ناعس وحس بيه من يقلس حداه فاق لقى عليه التاحية ورجع كم من ناعسه عادي وفي ذاك الوقيته الشيفور بدك يخفف من الإضاءة مش اللي يبغي ناعسي ناعس والناس يرتاحوا شوية ولكن الركاب اللي كانوا راكبين حدا تيم وفينيس لاحظوا أن فينيس كيتصرف تصرفات غريبة وقدكي هزراسه هزات عصبية وكيتمتمشي كلمات غير مفهومة بحالة يتقل مصرع هاد الشي يخلدو كل الناس اللي راكبين حداه يتخلعوا وميفهموا والو فينيس خلت استكلمات القضية مزيئة ومع الثمانية ونصدية الليل بالطبط سيبدو واحد المؤسس كبير من يجيبه ويبدأ يضرب في تيم تيم اللي كان ناعس مفهومه هاد يبقى يضرب فيه يضرب فيه يضرب في صدره وضرب في رقبته لم يبدأ غاك يضرب الناس من يشافوا هذا الشي بدأوا يغوتوا بالجهد شي يقول الشي فوري يوقف شي يبغي يهرب شي يبغي ينقز المهم ترونات في الكار تيم فاش سمع هاد الغوات وذوق الطعانات فاق من ناعس مسكين ما فاهموا وفينيس ما زال يضرب فيه حاول انه ينقز من الشرج مولا يهرب ولكنه ما قدرش بدأوا الناس يغوتوا على الشي فور باش يوقف الكار ولكنه ما قدرش حيث كانوا شدين طريق فلوتوروت بقاوا بحالكا غاذين احتبنت للشي فور واحد لاسا انه يقدر يوقف فيها هو يوقف في الجنب وهو ما يهطوا قاع الركاب اللي في الكار حتى واحد ما قدر يعاون تيم او اللي يدلي شي حاجة كل واحد يشوف غير راسه صار فيهربوا الناس هبطوا من الكار تيم موقفش لمحاولات ديره باش يهرب حتى قدر انه يهرب واحد شوية ولكن طحفوا الكلور دير الكار بسبب الطعانات اللي كانوا فيه فينيس موقفش هنا فشفوا طحف الارض عاد ما زاد كمل عليه وبدك يطعن فيه حتى وصل عدد الطعانات لحوالي مئو ستين طعنة وفي ذيك الوقيتها كان الكار خاوي من الركاب بقى في غير تيم وفينيس اللي يرجع بشي خرقة متقبة كاملة جاب الله ان الشفور زرب وسد الباب دير الكار من بره ومكان رغضي هبطي صفيها لكل شي وكانوا الركاب في واحد الحالة هستيرية شي كي يبكي شي كي يغوت وما فاهمين والو واحد شوية هاي واحد الكاميو كبير ديزة من نفس الطريق اللي كانوا فيها الشفور دير ذلك الكاميو بنت له القاضية مشي تلعي يعني شاف الناس مجموعين وروينا نايدا حس باللي شي حاجة مشي طبيعية كي نتمى وهو يوقف وهو يجي لعندهم وبعد ما عرف القيصة وعودوا لي شنو كين قرر هو والشفور ديال الكار وواحد من الركاب اللي كان معاهم انهم يدخلوا الى فينيس ويحاولوا انقضوا لقدروا يعاونوا شي حاجة المهم شوهز واحد الحديدة كبيرة وهم يدخلوا وما يوقفوا في الكروة ديال الكار وحاولوا انهم يهدوا فينيس باش يوقف او اللي يحبس ذلك الشي اللي كيدير ولكن ما تسوقش ليهم عادز ما تتخرج فيهم عينيه ودير فيهم ذلك الشوفات ديال يا اما تنتم غا تشوف حالكم ولا غا نجمعكم معاه وباش كمله ويجملها قطع الراس ديال تيم وبدك يلوح به لجيتهم وهم يهربوا بالزربة من الكار وسدوا البابع والتاني وبعد ما هبطوا هادوك حاول فينيس انه يهرب بالكار ولكن ما قدرش يصوقوا وكانوا ديجاسون وعلبوا ليس باش يجيوا ولكنهم جوا مع الطلين ومباشرة بعد ما وصلوا طوقوا الكار وحاصرهم زيان والغريب في الامر انه ابقوا تقريبا شي خمسة ساعات وهم غير قلسين ما بغوش يهجموا عليه ربما كانوا كيتسنوه انه يتكالم زيان ويتهدن خاصة انه معرفوا وراتي مرامات يعني وخيد خلوا عليه في ديالوقيتها يقدر غايت تضرب شي واحد فيهم واللي يتزاد عدد الإصابات فينيس فشة في البوليس عاد مزاج هل وبدك يقطع في اللحم ديالتيم وكيأكله بحال شي وحش وبدك يغوت انا خسني مقاف هاد الكار حتى الابد وبدك يأكل في الكبدة والكلوة دياله وكل اطرف كبير من دراعه وبعد ما حاول يهرب عود ثاني وفشلات لي المحاولة شدك الموس ديالو بدك يضرب الزاج ديال الكار وبغا يهرب منه فهذا اللحظة سيتدخلوا البوليس ويضربوه بالضو حتى يطيح اللاب وهم يضربوا ليه المينوت في الده والدوه دير كتل الكوميساريا ومن انطلعوا البوليس باش يعاينوا مصرح الجريمة سيتصدموا من ذاك المنظر اللي يقعوا في الكار الدنيا كلها دمايات والحمش تدفقها على البلايس صراحة منظر ما فيه ما يتوصف ومن بعد فشغيم شو التحقيقات مع فينيس سيقعوا في الجيب ديالو النيف والودن ديالتيم ومنين سولوا برر الفعلة ديالو قال ليهم بأنه اسمع صوت الرب كي يقول ليه بأن تمره من أتباع الشيطان وعطاه الأوامر باش يقتله وقال بأن الله بدك يتكلم معاه من الفين وربعة هو يبلي مدخونه ماشي هو هادك يعني ماشي طابعي يا إما حماق ولا طاري هالي شي حاجة ومن بعد ما دروا لي الفحوصات طبية عن طبيب مفساني تبين أنه يعاني من مرض من فيصام شخصية الحاد ودوه المستشفى الأمراض النفسية وبقت مما الواحد للفترة ولكن الغريب في الأمر أنهم تلقوا الصراحة ديالو في 2015 بعد ما تأكدوا بأنه ما كيشكلش خطر عن المجتمع ووضعوه تحت المراقبة النظرية وتأكدوا من أنه يأخذ الأدوية ديالو كشوق خاصة في وينيبيغ وبطبيعة الحال هذا القرار لقى اعتراض كبير من طرف الأم ديال تيم اللي اعتبرت إخلاء السبيل ديالو إهانة كبيرة للتيم والعائلة ديالو وانتما شنو بلكم في هذا القرار كتبوا لي في التعليقات التحت بغيت نعرف الآراء ديالكم سوى تل هناك ينتهي الفيديو ديالنا كنتم مني يعجبكم تل الفيديو الجاي إن شاء الله